دلوقتي هنروح نتابع مع حضراتكم مجموعة من الأخبار اللي حصلت بر مصر طبعا ما في شك ان كلنا متابعين وشايفين حالة الارتباك اللي موجودة في بريطانيا بعد تداعيات أثار العصفة يونس والحيان ده موجود في أوروبا كلها عشان كده في شوية فيديوهات كده في بريطانيا رصدت تأثير العصفة على المواطنين وهما بيكافحوا عشان يصمدوا قدام الرياح القويل فيديو مثلا موجود لهبوط طيارة في أحد المطارات أو في أحد المطارات البريطانية وسط الرياح الشديدة اللي وصلت سرعتها ل196 كيلو متر في الساعة طبعا العصفة دي تسببت في وفاة 8 أشخاص على الأقل الكهرباء قطعت طبعا حوالي 10 تلاف بني آدم كمان تم تدمير سقف ساحة في لندن والمفاجأة بقى كمان ان الطيارة دي زي ما حضراتكم شايفين كانت بتحاول ان هي تهبط وخلاص خادت قرارها بالهبوط لكن زي ما حضراتكم شايفين كده الوضع كان صعب للغاية هناك العصفة بصراحة مدمرة يعني نشوف فيديوهات خلال الفترة اللي فات بصراحة فيديوهات مرعبة بتقتلع الأشجار من مكانها شفنا عربيات متضمرة شفنا ناس أنا شفت واحد حرفية مطار الموضوع كان صعب فعلا ومنظر هبوط الطيارة كان صعب يعني شازي أنا دايما حظي بيجي مع الأخبار اللي بتبقى فيها شوية حيوانات خلونا نروح لموضوع تاني في فيديو تم تدول على حسابات المواقع التواصل الاجتماعي وطبعا ظهرت فيه معزة بتتجول جوه قاعة المحكمة هنشوف دلوقتي على الشاشة المعزة دخلت القاعة ومتمشية كده برحتها عادة تتمشى في أروقة المحكمة والظاهر كده أنها كانت حبيبتي بتدور على أكل لكن معرفتش لحد ما جي راجل وقدر أنه هو يمسكها ويخرجها برى القاعة بتاكل ورع دي كانت ممكن تتسبب في كارسي اشتركوا في القناة